السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم عزيزة المشاهدين في فيديو جديد وخاطف وسريع على قناتكم قناة بحبك بلادي انتهت قبل قليل مباراة المنتخب السوري والمنتخب العراقي وكما توقعنا في فيديو الصبح المباراة خرجت بالتعادل السلبي كما ذكرنا الحضور الجماهيري كان اليوم مؤثر بشكل كبير المنتخب السوري قدم أداء أفضل كثيرا عن المباريات السابقة سواء مع لبنان أو اليمن خلاص كان للأسف المنتخب السوري بيودع بطولة غرب أسية بنقطتين والمنتخب العراقي يتربى على رأس المجموعة الأولى ببطولة غرب أسية برصيد سبع نقاط المنتخب السوري إن شاء الله عنده مباراة مقبلة مع المنتخب الفلسطيني وإليكم تحليل سريع لمجرية المباراة المباراة كان الشوط الأول مغلق تماما وتقريبا المباراة كلها مغلقة فيما عاد بعض الفرص البسيطة جدا جدا والتي على رأسها في الدقيقة 79 تسديدة لحسين جويد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 84 ركلة حرة مباشرة لحسين جويد أيضا وفي الدقيقة 77 تسديدة خطيرة لمحمد المرمور من داخل منطقة الجزاء وفرصة عرضية خطيرة لمحمد المرمور أيضا في الدقيقة 44 من الشوط الأول وتسديدة رائعة جدا جدا خطفة من ركلة حرة مباشرة لللاعب في رأس الخطيب في الدقيقة 21 من الشوط الأول هي دي بس الفرص اللي كانت مولودة في المباراة بالنسبة للمنتخب السوري وأيضا قليل من الفرص للمنتخب العراقي أيضا لأول مرة اليوم نجد الدفاع السوري متماسك 90 دقيقة في الغالب نحن نرى الدفاع السوري يتهالك ويهوى بعد الدقيقة تقريبا 80 ولكن النهاردة كان واضح جدا جدا الثبات في الأداء بالرغم من أن التغييرات للمنتخب السوري جاءت متأخرة في الدقيقة 59 دخل خالد المبيض بدل تامر حج محمد ودخل مرديك مرديكيان بدل أحمل الدوني في الدقيقة 88 ولكن للأسف كان الوقت متأخر وكان ليس هناك تأثير واضح لكل من مرديك مرديكيان أو خالد المبيض خلينا نقول أن من ضمن مكاسب بطولة غربة أسية بالنسبة للمنتخب السوري وجود كل من محمد المرمور وورد السلامة أداء رائع جدا جدا ثبات في المستوى وأتوقع لهم مستقبل مبهر بإذن الله مع المنتخب بتصفيات كأس العالم وكأس أسية المشترك للأسف استمرت المباراة تقريبا كلها بدون متعة لعدم وجود هدف يجعل من المباراة فيها بعض من الحماسة والحرارة وفي النهاية نقول هارد لك للمنتخب السوري ونتمنى التوفيق للمنتخب السوري في الاستحقاقات المقبلة بتصفيات كأس العالم وكأس أسية المباراة الأولى مع منتخب الفلبين وإن شاء الله بإذن الله يكون عندنا داخل القناة تغطية مستمرة للمنتخب السوري بإذن الله ونقول للمنتخب العراقي مبروك التربع على عرش القائمة الأولى لبطولة غرب أسية برصيد سبع نقاط في نهاية الفيديو أشكركم جدا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته